وثابكم الله يقول نحن أصحاب مواش وبسبب الجفاف نأخذ الطن من الشعير من التموين بتسعة وسبعين دينار ونأخذ من التجار إلى مدة ثمانية أشهر دينا والفرق على ذلك الطن ستة وثلاثون دينار فهل هذا من الربا أم لا؟ هذا ليس من الربا إما ما دمتم اختلف البايع جهة حكومية بقيمة مخفلة وإذا أخذتموه من جهات تجارية بنظرة بقيمة مرتفعة فهل اختلف العقدان؟ اختلف العقدان فلا يدخل ذلك في الربا